المنطقة وبقول تاني بحزر تاني وبقول رمضان داخل وفي رمضان شفنا في رمضان اللي فاتوا اللي قابليه ايه اللي بيحصل ومحاولة اقتحام المسجد الاقصى منع المصليين في رمضان في امور بتحصل وبتترتب مين من مصلحته يوقف النشاط والحركة اللي كانت بدا في العقبة وتم بشرم الشيخ لمحاولة تهدئة الاوضاع مين بيحاول يفخخ مين بيحاول يوقف هم دول هم قدام عدراتكم لكن اي تاني بقول لا يمكن ان اضمن ولا يمكن ان اراهن على انه هناك مخزون من الصبر لدى الفلسطينيين لا يمكن لا يمكن مخزون الصبر عند الفلسطينيين نفذ مخزون الصبر عند العرب نفذ مخزون الصبر اللي كان موجود وبيتراهن عليه بقول لمن يراهنون على مخزون الصبر الفلسطيني لقد نفذ رسالة لجميع هو احذر من هنا من هذا المنبر ومن هذا المكان الى كل من يراهن وكل من راهن على ان هناك مخزونا من الصبر الفلسطيني صبر الفلسطينيين قد نفذ قضي الامر وانتهى وبقول ثاني انه امثال هؤلاء لابد ان يكون مكانهم خلف القطبان بمحاكمة عادلة بممارسة الارهاب الارهاب المؤسسي ارهاب الدولة ارهاب الدولة لارض مافيش دولة محتلة غير فلسطين العالم كله وحنا للأسف الشديد كل دولة منكفي على أوضاع داخلية وكل دولة كانت بتهاروا اللي عمل سلام مع اسرائيل وكل دولة بتحاول ان هي اتطبع مع اسرائيل وكل دولة وغيره ده اللي بيحصل هي بيه اللي الجديد يه اللي خدناه اللي خدوا الفلسطينيين وبردوا الفلسطينيين منiances تاني مشهار زمين مثخنين بيختلفوا بيعملوا حماس على الجهاد على مين يا جماعة من في آخر اللي بيشيل الطريف ودماغه المواطن الفلسطيني في الداخل هو الضحاية المواطن الفلسطيني في الداخل هو الضحاية ملح الأرض هم دول اللي شالي القضية هم دول اللي ما ننسيش القضية هم دول اللي المفروض كل الأحرار يكونوا وقفين داعمين لهم أنا بقول لأنه الوضع أنا شايف قدامي إنه خطير وفي ناس بتولع وناس بتصب زيت على هذه النران المشكلة